قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي حدثنا داود يعني ابن أبي هند عن أبي حرب أن طلح تحدثه وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتيت المدينة وليس لي بها معرفة فنزلت في الصفة مع رجل فكان بيني وبينه كل يوم مد من تمر فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يومين فلما انصر فقال رجل من أصحاب الصفة يا رسول الله أحرق بطولنا التمر وتخرقت عنا الخنوف فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطب ثم قال والله لوجدت خبزا أو لحما لا أطعمتكموه أما إنكم توشكون أن تدركوا ومن أدرك ذلك منكم أن يراحى عليكم الجفان وتلبصون مثل أستار الكعبة قال فمكثت فمكثت أنا وصاحبي ثمانية عشر يوما وليلة ما لنا طعام إلا البرير حتى جئنا إلى إخواننا من الأنصار فواسونا وكان خير ما أصبنا هذا التمر ترجمة نانسي قنقر